اليوم هقولك على الطريقة اللي تكتب بيها الكلام على الفيديو بالشكل دوت باحترافية بحيث تزود عندك نسبة الاحتفاظ بالجمهور في فيديوهات الشورتس او فيديوهات الريلز على فيسبوك تيك توك تيستجرام على يوتيوب شورتس على اي منصة انت عايزة ما تنساش انك بس تعمل لايك وتكمل الفيديو لحد الاخ يلا بينا هتدخل على الموقع ده هسيب لك الرابط بتاعه في اسفل الفيديو اسمه كابوينج دوت كوم بعد كده هتدخل على هترفع الفيديو تلقائيا الفيديو هينزل في التايم لاين التحت هتدخل عند هي الترجمة بعد كده تتأكد انك مختار اللغة العربية وتقدر كمان انك تترجمها اللغة تانية فالموقع ده بيحاول الكلام اللي بتقوله بكلام توب على الفيديو وهيظهر بشكل متحرك احترافي تايم ما حنشوفه تختار هتلاقي عمل لك ترجمة تلقائية بالشكل ده الكلام طبعا بيبقى ظاهر هنا ممكن ترفعه فوق وعلى اليمين بتلاقي هنا كل الاستيلات اللي انت محتاجها كلها استيلات واحترافية وجمدة جدا تقدر تختار اي شكل انت عايزه انا دايما بفضل الشكل ده وحاول انك تبعد عن الاماكن اللي فيها زرار اللايك والوصف والاماكن اللي في الشمال ديه بحيث تبقى بالنص بالزهر ويفضل ان انت تخلي كلمة او كلمتين بكل ظهور هتخش هنا تيجي بعد كلمتين تكتب انتر هكذا تيجي بعد كلمتين هنا تكتب انتر وهكذا تخلي الكلام يظهر بشكل قليل بحيث الكلام يبقى قليل وفي نفس الوقت يظهر بشكل اكبر وتيجي على الشمال هنا تزود حجم الكلام خلي مثلا على مية وتخلي بالنص هنا وبيشتغل معاك الفيديو بالشكل ده رقم 10 خلي فيه نصائح او اقتراحات في النص الاعلي لو بتقدم منتج تبي اكتب بعد النصائح الطبية لو بتقدم منتج رياضي اكتب بعد النصائح الرياضية لو لقيت اي كلام محتاج انه يتصلح تقدر تخش هنا وتصلح وممكن كمان لو الترجمة موجودة عندك بشكل سليم 100% تقدر ان انت ترفعها من خلال الخانة دي upload srt وفي النهاية اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته